نروح نتابع سوى اخر الاخبار والمستجدات المتعلقة بالنادي الاهلي وفرق المختلفة ونشاطات المختلفة مع زمارتنا العزيزة نورهان طمان المتواجدة في مقر النادي الاهلي بالجزيرة نورهان صباحا نقول لعليك اتفضلي يا صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهواندو صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان احنا هنا من مقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيرة زي ما عودناكم هنطلعكم على ابرز واهم اخبار النادي ولكن طبعا قبل ما نروح لأخبارنا بنتمنى الفوز النهاردة للفريق الأول إن شاء الله في مباراته الهمة أمام طلاع الجيش في بطولة السوبر المحلي ومعانا من أخبارنا عن الناشئين 2006 أهلي 2006 يفوز على عنيبة 8-0 وديا فاز فريق النادي الأهلي موليد 2006 على فريق عنيبة بثمن أهداف دون رد في المباراة اللي أقيمت على ملعب النادي الأهلي بفارع مدينة ناصر مساء أمس وده طبعا ضمن الاستعدادات للموسم الكروي الجديد أما بقى أهلي 2005 فتعادل وديا مع النجوم ويمكن في الشوت الثاني سجل أحمد فكري هدفين وتم إلغاءهم بداعي التسلل وأيضا كانت طبعا مواجهة وديا على ملعب نادي الأهلي بفارع مدينة ناصر استعدادا للموسم الكروي الجديد ونروح لأخبار الفرق الأخرى وقرعة تنس الطولة للرجال تم إعلان أو أعلن إتحاد المصري عن قرعة تنس الطولة للرجال وأصفرت قرعة مباراة الدوري لفرق الرجال عن وجود تنس الطولة النادي الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع أندية طمطة والحوار والعاب وضمنهور وأسوان ومسيحية القاهرة وإن شاء الله تنطلق مباراة الدوري يوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر المقبل أما بقى على صعيد كرة اليد برنامج علاجي طبيعي مكسف لكاستيلو يخضى عمر خالد كاستيلو لاعب نادي الأهلي لرجال اليد لبرنامج علاجي مكسف في الأيام الحالية وطبعا بعد تعرض اللاعب لتمزق في العضلة الضمة وحاجته إلى برنامج تأهيلي يستغرق من 3 إلى 4 أسابيع وكمان اللاعب هيغيب عن مباراة الزمالك القادمة وفي البطولة العربية للسلة أصفرت القرعة اللي طبعا بتواجد فيها النادي الأهلي عن وقوعه ضمن المجموعة الثالثة في البطولة نادي الاتحاد السكندري بيستضيف البطولة اللي هتبدأ من يوم 29 سبتمبر الجاري وحتى 9 أكتوبر المقبل النادي الأهلي في مجموعته هيكون وداد بوفاريك الجزائري وحضر موت اليمني والفتح السعودي دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة شكرا لكم جدا وعود إلى الاستوديو دي احنا اللي بنتوجه ديكي بشكر جزيل زمانتنا العزيزة نورهان طمان